مساء الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين اليوم قبت لكم وصفة حاجة قدر روعاء البسباس العدني طريقته وكمان طريقة الشبس العدني الشبس البسباس يعني نحنا مشهورين في عدن بشبس الهنى يا عمري انا لان بعملكم شبس الهدى على ما عرفتي يعني وان شاء الله تقربوا يطلع معكم كتير حلو هذا يعني الفيديو خاص للحوامل والمتوحمات بقد خلونا نحنا نبدأ بالمقادر طريقة تحضير اول حاجة البسباس هذا هو البسباس العدني ينزرع في تهامة بسباس مقفف او الفلفل نحنا نسميه البسباس هو الفلفل مقفف انا اجيبه من عدن وصراحة انظفه من البدور وقسقصه كده وحطه في اكياس واحفظه بالفريزر وقت ما احب اطلعه ولازم يتغسل تماما لانه في بثرة بيكون او غبرة نحنا نسميها نظفه تمام بالماء بعد ما تنظفه تمام وتشطفه تمام بالماء عندي هنا ماء مغلي اغلي ماء واضيف له شوية خل حق ملعقتين خل انتبهوا الخل ينطعم ما ينطعمش الخل اذا انطعم الخل يخرب البسباس لا لازم يكون بس يعني للتعقيم الخل واضيف الفلفل او البسباس بعد ما غسلته اضيفه كده حاولو تضغطوه تمام وغطوه خلوه لما يرجع الماء دافي يعني يرجع شوية الماء يبرد او ممكن ليلة كاملة تخلوه بس اني خلي الماء كده دافي يرجع وتحسوا البسباس يعني او الفلفل رقع طري تمام اني تقريبا ياخد مني ساعة ونص ساعتين على حسب حرارة القو هنا الان عندي علبة معقمة لازم تعقموه ماء دافي وخل وتنشفوها تمام بعد كده ادهنوها بزيت لازم تندهن بزيت عشان ميخربش معاكم البسباس ادهنوا العلبة وادهنوا الغطا بعد كده باخد البسباس شوفو اخد الكمية البسباس طبعا انا خلاص قدني اعاير البسباس الكمية كوب تكيلي كل مرة اعمل كوب انا ما عملش كتير يعني كمية بعد كده اضيف في الصين من الثوم الكبيرة وكمان اضيف ملعقتين كبيرة من الزيت كمان اضيف من ماء اللي نقعت فيه البسباس اللي فيبه شوية خل يعني شوية انتبهو تخلوه يعني الخلطة خفيفة شوفو كل ما خليتوها خفيفة كل ما بدأ يعني يعفن احنا نقول او يخرب معاكم الفلفل بسرعة لازم الفلفل يكون قوامه ثقيل شوية مثل المعقون او مثل الكريمة شوفو انا حسيتو عادو ثقيل ضفت شوية لما حصلت على هذا القوام شوفو لازم الفلفل كده قوامه لا تخلوه النوش خفيف بعدين انتم خففوه تشوتو ضفوه ليمون لما تستخدموه يعني افضل انه يكون ثقيل الان في العلبة اللي ده انتزيت وكانت معاقمة بابدأ اسكب الخليط او البسباس اسكبوه عادي شوفوه لسه شوفوه دافي يعني ما قداش ادخلوه التلاجة اني اشتهوه يبرد تماما شوفو اخليه يبرد تماما ما شاء الله ناعم شوفو بعضهم يصفوه بالصفاية لانه يكون في بوقو شر تعرفوا لش يكون في بوقو شر لانه يكون قديم يكون قديم ما يرطبش حتى مرضيش يطري لما تبلوه بالماء بعدين احط له كيس وقفله تمام وخلص اخليه برد تماما ودخله التلاجة وقت ما تحبوه استخدموه اهم شي تاخدوه بمعلاقة نظيفة والان تعالوا نعمل الشبس شبس الهنا يا عمري انا هنا عندي شوفوه نوع من البطاطا خاصة بالقلي تيقي لونة فاتحة في بطاطا خاص بالطبخ يجي مصفرة لونة وحتى حالي ما ينفعش سويت تيقي في بحلاوة ما تنفعش انكم تقلوها تشرب زيت طعمي حالي لكن دي لاخصة بالقلي خلص بعد ما قطعته اغسله كم من مرة لما تروح النشا وانقعه بماء بارد وربع كوب من الخل خلص الان نعمل البسباس عندي هنا بسباس كشميري او فلفل مطحون احمر وكمان من معقون البسباس العدني اللي عملنا وشوية من الخل وكمان عندي صبغاء حقه زربيان اللي لونة برتقالة عشان يعطيها اللونة الحلو وعصرة من الليمون طبعا ليش عملت الليمون لانه هم استخدموا ملح الليمون اني قلت خلص عشان الحبالة والمتوحمات خفت عليهم ورشة من الملح خلص وخلطه ممكن تضوفه ماء عشان تحصلوا على القوام الخفيف شوية لانه اني عندي معقون البسباس العدني ثقيل هنا خلص صفيت البطاطس من الماء وبديت اقليه بزيت حار كيف تعرفون ان البطاطس استواء يرتفع عن الزيت يعني يطوف خلص البطاطس استواء لا تخلونش يتحمر كتير تعرفوا بالشيبس في عدن لونه دهبي يكون فاتح خلص بعد كده صفوه وحطوه في صحون معدن انا حاولت اني اقب بالصحون معدن قالوكم زي الشيبس الهنا وباقي محلات الكفتريات الشيبس وحطيت البسباس اللي عملنا ايش هقولوكم الطعم كده يلفوكم لعدن على طول طبعا قلت لكم العدنية ايش يزاعت زاعلة الدنيا ويراضيها كيس شيبس صح ولا لا؟ قلووا لي بكم كيس الشيبس كان بمئتين وخمسين اني متوقعة اني انزول عدن او بخمسمية كان يكون قضوه بخمسة الف كيس البطاطس والان اقولوكم ايش هذا البطاطس تقريبا تقريبا شبه يومي اني ااكلو كده مع كوب نسك فيه ولا اطفش منو ولا اشبع منو عادي ااكلو حتى كم مرة باليوم عادي ما فيش اي مانع بس والله بالعافية ليولوكم اذا عقبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنس حلو منكم